طبعا سلطان المسيح هو سلطان ذاتي سلطان مطلق سلطان هذا من حقه من شرعيته ولكن في البداية خلينا أقول شيء مهم جدا أنه سلطان المسيح لم يستخدم لأغراضه الشخصية ولا لمنفعته الشخصية ولا حتى لإظهار وإبهار الناس فالمسيح كان حازم حاسم في كل شيء لم يتردد لحظة لم يقل كلمات مثل إن شاء الله لم يخاف لم يفاجأ لم يتردد لم يحطار المسيح كان مدرك وسيد كل الأمور وسيد كل الأحوال فسلطان المسيح كان واضح جدا إخوتي وأخواتي المسيح كان عارف يعني جاء من عند الآب خرج من عند الآب والدعوة كانت دعوة إلهية والغرض والهدف بتاع المسيح كان هدف إلهي والمسحة كانت مسحة إلهية من فوق لأنه جاء من فوق كما يقول الكتاب المقدس كل كلمات المسيح كانت بسلطان فائق كل أعمال المسيح كانت بسلطان فائق أيضا وهو الذي قال لأنه قد دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض ثم يقول الكتاب المقدس أحبائي الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده يحنى إصحاح 3 والآية 35 مرة أخرى فبهتوا من تعليمه لأن كلامه بسلطان لوق 432 حتى في تطهير الهيكل عندما طهر الهيكل من الباعة والسيارفة وقال بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص فطبعا جاءوا وسألوا هذا السؤال بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان واضح أن هذا السلطان لم يكن من رؤساء الكهنة ولا من الأحزاب الدينية المتعددة فالمسيح جاء من ناصرة الجليل فطبعا يعني مرة أخرى أرسلوا خدام حتى يلقى القبض على يسوع المسيح أجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان مثل هذا الإنسان فالمسيح كان له سلطان مطلق وكان له أيضا سلطان ذاتي هذه طبيعته كملك هذه شرعيته ومن حقه لأنه ابن الله الأزلي كما ذكرت قال يسوع لمريم ويوسف ألم تعلمان أما تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي وطبعا الناس أحبائي لمست حضور المسيح لمسوا أنهم أمام شخص متميز شخص فريد لمسوا أنهم أمام ملك لأنه المسيح يعني واضح أعطى وصايع أعطى أوامر أعطى تصريحات بسلطان وابخ كان كلامه واضح جدا مثل ما ذكرت في البداية لم يتردد لم يعني يحاول أنه واحد يخده بشكل فجاء كتير مرات كانوا يجوا حتى يجربوه ويمسكوا عليه ممسك أو يحطوه بالفخ ولكن المسيح كان دايما أقواله واضحة جدا كان يشعروا أنهم أمام وقار واحترام ملوكي لم يظهر خوفا أمام مثلا بيلاطوس حتى بيلاطوس قال للمسيح أما تكلمني ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان ألبت لو لم تكن قد أعطيت من فوق فإذا أحبائي واضح من حياة المسيح من كلام المسيح من أخلاقيات المسيح أنه كان دائما يتمتع بهذا السلطان الفائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر